أزمة إدارة النفط وتوزيع إراداته بين بغداد وأربيل قفزت إلى واجهة المشهد السياسي المتوتر مجددا على خلفية النزاعات الحاصلة حول حصة كردستان العراق في الموازنة المالية لعام 2021 فما اتفق عليه في شهر كانون الأول الماضي بين بغداد وأربيل لم يعد صالحا ومناسبا بسبب وجود تيارات معارضة لهذا الاتفاق حيث اتفقت أربيل وبغداد على تسليم كردستان العراق كمية 250 ألف برميل نفط يوميا ونصف إرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى حكومة بغداد مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6% وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة إلا أن كتلا سياسية في البرلمان ترفض الاتفاق وتطالب كردستان بتسليم كامل ملف إدارة النفط لحكومة بغداد مقابل ضمان حصة كردستان في الموازنة رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني اعتبر أن هذه المطالب غير دستورية ورفض تسليم أكثر من 250 ألف برميل نفط يوميا ونصف إرادات المعابر الحدودية ومن حينها لا يزال مشروع الموازنة معطلا وتدار البلاد بموجب موازنة عام 2019 على اعتبار أن العراق لم يقر موازنة مالية العام الماضي أيضا بسبب الخلافات السياسية تصاعد التوتر بين بغداد واربيل انعكس على الجولات التبادلية بين الطرفين حيث ألغى وفد حكومي من كردستان زيارته إلى بغداد احتجاجا على تعنت حكومة الكاظمي بخيار تسليم كامل إرادات النفط لبغداد ومع ظهور ملامح أزمة كبيرة بين الطرفين دخلت الأمم المتحدة على خط الوساطة وعبرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاس خارت عن تطلعها إلى أن يكون لرئيس كردستان نيجيرفان بارزاني حضور ودور أكبر في إنجاح المفاوضات الوضع الأمني أيضا قد يؤدي إلى تأجيج الخلافات بين بغداد وأربيل ولسيما التوتر الحاصل في سنجار وعدم تطبيق اتفاق سنجار القاضي بانسحاب الميليشيات من القضاء لتشكل ثنائية الاقتصاد والأمن محور صراع شديد الخطورة بين بغداد وأربيل محور صراع شديد الخطورة بين بغداد وأربيل